بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن كما سبق أن أنواع الأمانات كثيرة ومنها هذا النوع أمانة في البيع والشراء لأن يكون كل من البائع والمشتري أمينا في معاملته لا يغش ولا يخدع قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ويكون البيع والشراء بين الناس وخصوصا المسلمين أبنيا على الأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة بيع الأخ لأخيه هكذا يجب وكذلك الأمانة في الكيل والوزن فيكون الكيال والوزان أمينين في كيلهما ووزنهما قال الله جل وعلا وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويل فكيل والوزن أمانة الذي يبخس الكيل والوزن وينقص منهما هذا خاين غاش وقد أهلك الله أمة من الأمم ببخسهم المكايل والموازين كما ذكر الله عن قوم شعيب فهذا أمانة وعوف الكيل إذا كلتم أمر من الله سبحانه وتعالى وبالوزن وزنوا بالقصطاس مستقيم يعني المعتدل الذي ليس فيه نقص قال الله جل وعلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم فهذه أمانة على العبد العبد إذا كان يبيع يشتري أولا أن يفي في العقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ثانيا أن يفي بالكيل والوزن والوزن وقد قل هذا في الناس اليوم إلا ما شاء الله فهم يغشون في الكيل والوزن وفي ما هو بمثابة الكيل والوزن في الأكياس في الصناديق ينقصونها خفية ويبيعونها بيع الكامل بيع الكيس الكامل وبيع الصندوق الكامل وهو قد أخذ منه بخسه هذا من الغش ومن بخس الناس أشياءهم سواء في الحبوب والثمار أو في الخضروات وغير ذلك فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه وشرائه وفي كيله وفي وزنه ولا يبخس الناس أشياءهم أو يغشهم في معاملاتهم نعم وقول الله تعالى فليؤد الذي ائتوا من آمانته قال الله سبحانه وتعالى وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اتوا من آمانته إذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن هناك رهان بل أمن بعض المتبايعين بعضا فإنه يجب على المؤتمن أن يودي أمانته وليتق الله ربه أنت لا تخف من المشتري فقط ولكن خف من الله جل وعلا الذي هو رقيب عليك أما المشتري فإنه قد لا يدري عما تفعل لأنه اتمنك فإذا خنته فقد خنت الأمان ولم تتقي الله جل وعلا الذي يراك ويطلع عليك إذن فالتوثيق يكون بالكتابة فإن لم توجد الكتابة أولا تكون التوثيق بالكتابة ثانيا يكون بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم ثالثا إذا لم توجد الكتابة فإنه بالرهن يوثق بالرهن رابعا إذا لم توجد هذه الأمور فإنه يوثق بالأمانة التي بين المسلمين فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه ثم قال ولا تكتم الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون علي هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للناس في معاملاتهم أن يبنوها على التوثيق وعلى الاعتمان بينهم فمن فرط أو ضيع فإن الله بما تعملون عليم أخفى عليه خافي سيجازيكم على ذلك ولنعلم أن المظلوم الذي أخذ حقه ونقص أنه لا يسقط حتى لو تاب واستغفر لو تاب واستغفر فهذا لا يسقط عنه حق المخلوق لا بد من أداء حق المخلوق أو مسامحته لا بد من هذا فإن لم يؤدى ولم يسمح فلا بد من القصاص يوم القيامة ويوم القيامة ليس فيه دراهم ولا دناني لما فيه الحسنات من حسنات الظالم تُوخَذ للمظلوم نعم عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أن تظروا الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلك جمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاتا فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة خردن من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لإن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعي وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبر فيه أن الأمانة نزلت في قلوب الرجال ونزل القرآن فعلموا وتعلموا فكانت الأمانة موجودة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة وكان حذيفة لا يتعامل ولا يسأل في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمانة موجودة ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنها ستنزع الأمانة من قلوب الرجال ويبقى أثرها ليس فيه شيء وكما قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة تنزع الأمانة ويقل الأمنة في الناس حتى يقال إن في بني فلان أمين أفراد من الناس فيهم أمانة والكثير ليس عندهم أمانة هذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا يكون الله أعلم في آخر الزمان يعني بعد مضي القرون المفضلة صدر الإسلام يخونون ولا يؤتمنون كما في الحديث تخله بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويخونون ولا يؤتمنون إلا أنها لا تفقد الأمانة نهائيا يوجد أفراد من الناس على قلة بعدما كان كل الناس أمن في عهد الصحابة عهد القرون المفضلة ثم أخبر وهذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التحذير معناه التحذير من الخيانة وأن لا يدخل الإنسان مع الناس إلا كانوا يخونون يخون مثلهم لأن بعض الناس يقول هذا شيء عليه كل الناس وهذا أنا لا أكون من بينهم مفرداً بل يعتبرون بل يعتبرون الخيانة يعتبرونها من المهارة في المعاملة والبيع والشراء والذي يكون أميناً هذا عندهم يكون مغفل يكون مغفل وأما الخيانة وأما الاحتيالات وهذه من المهارة ومن الحذق عندهم بالبيع والشراء ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يمدح الرجل يمدح الرجل ويثنى عليه وليس في قلبه من الإيمان حبة خرد يمدح ويثنى عليه ما أضرفه ما إلى آخره وليس فيه من الإيمان حبة خرد هذا من علامات الساعة أن يخون الأمن ويؤتمن الخاين هذا في آخر من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولمسلم في حديث الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبته الصراط يمينا وشمالا حديث الشفاعة العظمى الثابت في الصحيح حينما يطول القيام في المحشر على الناس فيتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم فيأتون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام فكلهم يعتذرون ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتقدم لها يتقدم لها ويقول أنا لها أنا لها هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يد ربه حتى يؤذن له فيشفع عند الله فيأتي الله جل وعلا بفصل القضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر يأتي جل وعلا ويجي مجيئا وإتيانا لإقان بجلاله سبحانه وتعالى فيفصل بين عباده ينصب الصراط على متن جهنم لمرور الناس عليه يمرون عليه على قدر إيمانهم تحملهم أعمالهم منهم من ينجو ومنهم من يسقط والشاهد من هذا أن ترسل الأمانة والرحم تأخذان جنبتي الصراط تطالبان بحقهما يطالبان المار بحقهما من ضيع الأمانة تطالبه ومن ضيع ومن قطع الرحم تطالبه الرحم في هذا الموقف الحرج الذي تشيب منه النواصي الخطر فيه عظيم والهلاك فيه كثير فيأتيان على جنبتي الصراط يطالبان بحقهما فهذا فيه عظم الأمانة فيه عظم الأمانة أن الإنسان لا يتساهل فيها فإنها ستترصد له يوم القيامة في هذا الموقف الحرج نعم قال رحمه الله تعالى باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته الرعاية هي الولاية على الشيء الولاية على الشيء يحفظه ويصلحه وكل عليه رعاية بقدره من الراعي العام وهو ولي الأمر إلى صاحب البيت على أهل بيته إلى إلى الزوجة في بيت زوجها هي راعية إلى الخادم في مال سيده وراع على مال سيده وكل سيسأل عن رعيته يوم القيامة نعم وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نعم هذا فيه أن قيم الأسرة أن قيم الأسرة راع عليها ومأمور بأن يقي نفسه ويقي رعيته أهليه يقي أهليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أي اتخذوا وقاية بينكم وبين النار تقيكم منها قوا أنفسكم ابدأوا بأنفسكم أولا وأهليكم من زوجة وولد ومن في بيتك وتحت مسؤوليتك تقيهم من النار بمعنى أنك تمنعهم من المعاصي وتأمرهم بالطاعات وآداء الواجبات والفراير ولا تهملهم فيهلكون وتكون أنت مضيعا لرعيتك وقد مرنا في الحديث الذي في الدرس الماضي ما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش للرعيته إلا حر أو كانت الجنة عليه حرام فالذي ضيع أهل بيته متوعد بهذا الوعيد يغش يعني ضيعها لم يقم برعايتها ترك الحبل على الغارب ترك نساءه وترك أولاده وترك من تحت يده اسرحون وامرحون لا يصلون لا يؤدون ما أوجب الله عليهم لا يتركون الحرام والمنكرات والمعاصي بل تجد البيت مملوءا من المنكرات ومن المعاصي وإذا لم يكن في البيت شيء منها خرجوا إلى الشوارع إلى المنتزهات إلى الاستراحات إلى التجمعات ولا يقوم عليهم ويراعيهم ويمنعهم امرأيته يجب عليها أن يقوم عليهم ولا يهمل ثم بعد ذلك يريد أن أن يستدرك لا يستطيع يبدأ من الأول يعودهم يعودهم على على الطاعه على ترك المعصية على أول شيء يخلي بيته من المنكرات يخلي بيته من المنكرات بحيث أنهم لا يعرفونها ولا يألفونها أما إذا أن صارت وسائل الشر والتدمير والفضائيات في البيت فإنه لن يستطيع منعهم منها لن يستطيع منعهم منها لكن إذا لم يرواها ولم يعرفوها سهل عليه أنه يسيطر عليهم فهو يتجنب الأسباب التي تضيع الرعية تجنبها حتى يسهل عليه رعايته أما أنه يهمل ثم يريد أن يستدرك فلن يستطيع ذلك هذا صاحب البيت يا أيها الذين آمنوا قوى أنفسكم وأهليكم نارا وأما ما يتعلق بالراعي العام ولي الأمر هذا سبق في الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة نعم علي بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤول عن رعيتها والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه هذا الحديث المتفق على صحته كما سمعتم أن الرعاية مشتركة بين الناس كل على حسب حاله فالإمام راع على رعيته ومسؤول عنها بأن يحوطها بنصحه ويحوطها بحفظه لها ويقيم العدل فيها ويقيم الحدود على من يستحقها وهو مسؤول عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى صاحب البيت وهذا سبق في الآية هو أنفسكم وأهليكم نارا المرأة راعية في بيت زوجها وولده هذا فيها أن رعية المرأة في البيت رعية المرأة في البيت هي راعية على أولادها الصغار من لكور وإناث وراعية في شؤون البيت وترتيبه وحفظ وحفظ محتوياته هي راعية رعيتها في البيت وعملها في البيت هذا هو الأصل فإن خرجت إلى الأعمال والوظائف ضيعت أولادها ضيعت بيتها وأسندت هذا إلى مربية أو خادمة فقد ضيعت رعيتها ضيعت رعيتها الواجب عليها بالدرجة الأولى مسؤولية البيت فإن كان عندها زيادة فراغ أو استطاعة لا بأس أن تعمل خارج البيت فيما يناسبها أما أنها تخرج للأعمال الوظيفية والتدريس وتترك البيت تكله إلى خادمة أو إلى مربية أو تترك الأولاد ليس لهم من يقوم بشؤونهم فهذه خائنة لرعيتها خائنة لرعيتها فعلى نساء المسلمين نتنبهن لذلك هذا هو عمل المرأة الصحيح ما هو عمل المرأة أن نتشارك الرجال وكما يطالب به الفساق والجهال ويقولون حرية المرأة هو المرأة معطلة ونصف المجتمع معطل بهذه الأقاويل الباطلة يخدعون الناس المرأة لها عمل جليل وهو عمل البيت وهو ليس بالعمل السهل وهو عمل مهم جدا ويقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مهل الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق أعمال المرأة في بيتها هذا هو الأصل وهو الواجب عليها فإذا ضيعت هذا فيمسؤولها مام الله سبحانه وتعالى ولن تنفعها وظيفتها ولا أعمالها التي خارج البيت وهي مضيعة لعملها وتأخذ عملاً ليس لها أو عملاً لا تحتاج إليه والخادم راع في مال سيده المملوك المملوك راع في مال سيده يحفظه ويراعيه ويقوم عليه ولا يغفل عنه أو يتساهل حتى يسرق أو يضيع أو يهلك وأيضاً مثل الخادم مثله العامل العامل الذي يوليه صاحب العمل على البيع والشراء والمتجر أيضاً هو راع لأنه صاحب المتجر استرعاه على ذلك فليكن أميناً وليقوم برعيته ثم ختم صلى الله عليه وسلم بقوله فكلكم راع ما أحد يقول أنا من أبراعي كلكم راع على حسب أعمالكم وحسب مهماتكم فلا أحد يتبرى من الرعاية ولو على نفسه هو راع أول شيء على نفسه يرعاها يأخذها بالجد والاجتهاد وعمل الطاعة والبعد عن المعصية فكلكم راعي لكن الرعايات تختلف بعضها أشد من بعض وأوسع من بعض وإلا فالمسؤولية عامة لا أحد يسلم من المسؤولية في هذه الحياة نعم قال رحمه الله تعالى باب الرفق بالمملوك نعم فقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في كتاب الكبائر معناه أن من ضيع رعيته فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك المملوك وهو الرقيق الرقيق القن فسيده مأمور بالرفق به عدم المشقة عليه وجعل الله له حقا من جملة الحقوق العشرة في قوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُسْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ وَالْجُنُبْ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنُبْ وَابْنِ السَّبِيلْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني المماليك والأرقة فلا تقول هذا مملوك لي هذا ملكي وأنا أتصرَّف فيه كيف أشاء نعم لك التصرَّف في منافعه ولكن لا تظلمه لا تحمِّله ما لا يطيق لا تجوِّعه لا تهمِّله فهو أنت مسؤولٌ عنه يوم القيامة وفي الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة نعم أن أبي مسعود رضي الله عنه أنه ضرب عبداً له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قلتُ هو حرٌّ لوجه الله تعالى فقال أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار هذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان يضرب غلامًا له يضرب غلامًا له مملوكًا له فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك فقال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فندم أبو مسعود رضي الله عنه على ما فعل وأعتقه لوجه الله كفارةً لما فعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لا مستك النار أو لا لفحتك النار يعني على ما فعلت بهذا المملوك فهذا فيه الحث على الإحسان إلى المماليك وهم الأرق الذين جعلهم الله تحت أيدينا والرق أصله أصل الرق وسببه الكفر كما عرفه العلماء قالوا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا على نسائهم وأولادهم النساء والأولاد لا يقتلون لكن يسترقون وضع الله عليهم الرق بسبب الكفر ولا يرتفع الرق إذا وضعه الله لا يرتفع إلا بالعتق ويكون الرق على نفس الشخص وعلى فروعه مهما تناسلوا إلا من إلا من أعتق إلا من أعتق هذا هو الرق في الإسلام وهو من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن توابع الجهاد وأحكام الجهاد بسبب الله عز وجل بسبب الله عز وجل أحكام الجهاد 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 واللعن لا يكون إلا على كبيرة نعم وفي رواية النهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه مسلم نعم الضرب في الوجه والوسم في الوجه كله منهي عنه لأن هذا فيه تعذيب للحيوان وتشويه له نعم تعريض له للخطر لأن الوجه هو مجمع الحواس نعم ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت نعم وهذا يدل على أن من أمسك حيوانا حتى ولو ولو هو ليس ملكا ليس مما يتملك يجوز أنك تحبس الهرة وتتخذ الهرة في البيت يجوز هذا لكن لا بد أن تقوم وكذلك الطيور يجوز أن تحبسها وأن تربطها لكن بشرط أن تؤمن لها تؤمن لها الطعام والشراب ولا تعذبها الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة أنها أمسكت الهرة إنما أنكر عليها الإساءة إليها وأنها لم تطعمها إذ حبستها ولا هي تركتها وأطلقتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار دخلت النار وهذا وعيد شديد ويدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب فالذي يسيء إلى الحيوانات وإلى الطيور ويعذبها ويجوعها ويعطشها ويعرضها للبرد للحر والبرد الشديد أن هذا أن هذا فإذا ماتت بسبب ذلك إذا ماتت بسبب الجوع والعطش أو بسبب شدة الحر أو البرد إذا ماتت فإنه يعذب بالنار يوم القيامة وهذا يدل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب لأن من الضوابط الكبيرة أن يرتب عليها أن يرتب عليها دخول النار أو التعذيب بالنار فيجب الرفق بالبهايم يجب الرفق بالبهايم والإحسان إليها فالإسلام دين الرحمة حتى بالبهايم والكفار الآن يتبجحون بأن عندهم جمعيات للرفق بالحيوان الكفار يتبجحون بأن عندهم جمعيات للرفق بالحيوان الإسلام ولله الحمد سبقهم إلى هذا وبين أن الحيوان له حق وأنه لا يجوز تعذيبه سواء كان من الحيوان الذي يملك أو من الحيوان الذي لا يملك نعم ولمسلمين عن ابن عمر رضي الله عنهما مربوعا كفا بالمرئيث من أن يحبس عن من يملك قوته وليابي داود أن يضيع من يقوت نعم هذا عام كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه من الآدميين ومن البهايم ومن الطيور كل من أنت مكلف بإعطائه نفقته فإنك آثم إذا حبست عنه نفقته كفى بالمرئ إثما أن يضيع من يقوت أو من يمون نعم ولهما عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعرف أما إنه ليخاجك يوم القيامة نعم كذلك الجمل الإبل لا يجوز أنها تعذب أو أنها أو أنها تجوع أو تعطش أو تحمل ما لا تطيق لا يجوز هذا حتى أولادها لا يجوز أن تحلب لبنها وتحرم أولادها وتقصر عليهم بالرضاعة أو الحليب بل إنما تأخذ ما زاد ما زاد عن نفقة أولادها فأنت مسؤول عنها يوم القيامة الجمل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه فقال لصاحبه إنك تجوعه يشكو إنك تجوعه وأمره بإعلافه دل هذا على أن كل الحيوانات كبيرة كانت أو صغيرة من الجمل إلى الهرة وما دونها كلها لا يجوز تعذيبها نعم أعد الحديث ولهما عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعرف أما إنه ليحاجك يوم القيامة لم يعرفه يعني لم يعطه العلف الكافي أو قطع عنه العلف حتى جاع وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيحاجك يوم القيامة عند الله هذا دليل على أن هذه الحيوانات إذا أسأت إليها أو عذبتها أو جوعتها أنها ستأخذ حقها منك يوم القيامة نعم قال رحمه الله تعالى باب إباق العبد نعم العبد عرفنا أن المراد به المملوك وإباقه شروده عن سيده الواجب على العبد أن يستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى يخضع للرق الذي وضعه الله عليه يخضع لذلك وأن يقوم بعمل سيده فكما أن السيد معمور لأن يحسن إلى مملوكه فكذلك المملوك معمور أن يحسن إلى سيده وأن يقوم بخدمته وبالعمل الذي يكله إليه فإذا هرب فإنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب نعم أعد قال باب إباق العبد نعم عن جليل بن عبد الله رضي الله عنه مربوعا أيما عبد أبق فقد بريأت منه الذمة رواه مسلم أيما عبد أبق يعني هرب من سيده فقد بريأت منه الذمة قيل المراد ذمة الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته للعبد وقيل المراد ذمة سيده تبرى ذمة سيده من مسؤوليته حتى يرجع إلى مالكه والإباق كبيرة من كبائر الذنوب نعم قال رحمه الله تعالى باب ظلم الأجير نعم كذلك الأجير ظلمه بمنع حقه ومنع أجرته هذا كبير من كبائر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه لأنه أدى لك العمل استحق عليك الأجرة فإذا لم تعطيه أجرته فقد ظلمته وهذا كبير من كبائر الذنوب ويتساهل كثير من الناس بوجورات العمال ويستغل ضعفهم حاجتهم فيماطل بهم وهم فقر محتاجون ووراءهم عوائل محتاجة وقد يبخسهم شيئا من حقوقهم ولا يعطيهم كاملا أو يطردهم ولا يعطيهم شيئا مستغلا قوته وضعفهم هذا من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب وسيكون الله خصمهم يوم القيامة كما يأتي في الحديث نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى ثم غدر ومن كنت عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع خرا فأكل ثمنه ورجل استأجر عجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته رواه البخاري هذا الحديث فيه أن الله جل وعلا قال الله جل وعلا يقول ويتكلم هذا فيه إثبات الكلام لله وإثبات القول لله عز وجل ومثل هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم أي خصيمهم يوم القيامة بدلا من أصحاب الحقوق الله جل وعلا يخاصم عنهم يوم القيامة هو استضعفهم في الدنيا ولا يقدرون يخاصمون في الدنيا الله جل وعلا يكون خصمه يوم القيامة ومن كان الله خصمه خصمه أي غلب في الحجة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة نعم نعم رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجر من أعطابي ثم غدر بمعنى أنه خان العهد قال الله جل وعلا وأوه بالعهد إن العهد كان مسؤولا فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي والرعية والذي يكون بين الناس بعضهم مع بعض وقبل ذلك كله العهد مع الله سبحانه وتعالى في أن يعبده وحده لا شريك له فهو عليه عهود عهد لله في أن يعبده وحده لا شريك له ويكون بينه وبين الناس عهود بين الراعي والرعية بين الأفراد بعضهم مع بعض فيجب الوفاء بالعهود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم فمن خان العهد فإن الله يكون خصمه يوم القيامة ورجل باع حرا فأكل ثمن كما سبق أن الأصل في بني آدم الحرية لأن الله خلقهم لعبادته فهم أحرار لكن إذا حصل جهاد بين المسلمين والكفار وسبى المسلمون ذراري الكفار ونساءهم فلا يقتلون مثل المقاتلة وإنما يوضع عليهم الرق ويستقر عليهم وعلى فروعهم ولا يرتفع إلا بالعتق فالرق الشرعي هذا مشروع أما الرق غير الشرعي وهو النهب والسلب وسيطر على الضعف وبيعهم وأكل ثمنهم وأخذ ذراري عن ناس نهب ذراري الناس والصغار والمستلعفين فهذا يدخل تحت هذا الوعيد من باع حرا فأكل ثمنه حتى الإنسان ما يجوز له أنه يراقق نفسه للناس ما يجوز له يوافق على أن أحدا يتملكه لا يجوز هذا لأنه حر عبد لله لا يتصرف في نفسه فكيف إذا غصبه أحد وسيطر عليه وأخذه وهو صغير لا يدري ثم باعه ثم باعه الثاني وثم باعه الثالث يأثم الأول الذي الذي وضع الرق عليه بغير حق شرعي ويكون الله خصمه وكل من علم من هذا حر لا يجوز له أن يشتريه لا يجوز له أن يسترقه كل من علم بهذا باع حرا فأكل ثمن والثالث أن استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره يكون الله خصمه يوم القيامة إذا عجز الأجير عن مخاصمة المستاجر وترك حقه بدون اختياره وبدون رضاه إنما تركه عجزا عن هذا الظالم فإن الله جل وعلا يخاصم عنه يوم القيامة ومن كان الله خصمه فقد خصم فهذا محل للشاهد من الحديث أن أن منع جورات العمال منع جورات العمال الذين يعملون بالأجرة بغير حق أن منعه من كبائر الذنوب نعم قال رحمه الله تعالى باب سؤال المرأة الطلاق نعم المرأة يجب عليها يجب عليها أداء حقوق الزوج وعدم النشوز يجب عليها أداء حقوق ويحرم عليها النشوز وهو الامتناع عن حقوق عليها ومن ذلك أنها لا تسأله الطلاق من غير بأس من غير سبب فإن سألته الطلاق من غير سبب فالجنة حرام عليها هذا وعيد شديد أما إذا كان سؤال المرأة من الزوج الطلاق لسبب من الأسباب أنها تكرهه ولا تلائمه فلها أن تفتدي منه فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا كانت لا تطيقه ولا تحبه وتريد أن تتخلص منه فلها ذلك ويكون هذا بالخلع إلا إن سمحت نفسه وهو وطلقها بدون شيء هذا شيء طي أو أنه مقصر في حقها مقصر في حق من حقوقها فلها أن تطلب الطلاق تفاديا للنقص الذي يحصل عليها أو الظلم الذي يحصل عليها أما إذا كان الزوج قائما بحقوق الزوجة ولم يقصر في شيء فحرام عليها أن تطلب منه الطلاق فإن طلبته فعليها هذا الوعيد الشديد نعم أخرج التلميذي وابن حبان في صحيحه عن ثوبان مرفوعا أي ممرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة هذا وعيد شديد حرام عليها رائحة الجنة وريح الجنة يوجد من مسيرة سبعين خريفا وهذا وعيد من شديد لأنها لا تدخل الجنة باب الوعيد لا أنها تكفر بذلك لكن إما أنها لا تدخل الجنة مع أول الداخلين تعذب في النار وهذا هو الظاهر والله أعلم لأن نشوزها عن زوجها لا يقتضي الكفر إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب وأصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ولا يخرجون من الإسلام إلا إذا كانت الكبيرة من الشرك من الشرك الأكبر أو الكفر بالله عز وجل فما دون الشرك والكفر من الكبائر فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد إذا عذبه لا يخلد في النار الحاصل أن هذا وعيد شديد على المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الديوث نعم الديوث هو الذي يقر السوء في أهله يقر السوء في أهله يرى أحدا يدخل عليهم ولا يمنعه ولا يبالي فهو يقر يقر السوء في أهله هذا هو الديوث ولأنه سبق أن الرجل راع مسؤول عن أهله مسؤول عن رعيته قو أنفسكم وأهليكم نارا فلا يجوز له أن يترك أهله على السوء وعلى مصاحبة الرجال فهذا أمر خطير جدا وكذلك وسائل وسائل الدياثة كأن كان يقر أهله على السفور على الخروج والاختلاط بالرجال يقرهم على ذلك هذا لا يسمى ديوثا لكنهم هذا من أسباب الدياثة لأن عدم الحجاب ولأن الاختلاط ولأن السفر بدون محرم هذه أسباب للوقوع في الفاحشة هذه أسباب للدياثة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء رجلة رجلة ورجلة النساء رواه في المستدرك والطبراني بسند قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه وفيه فما الديوث قال الذين يباني بمن دخل على أهلي قيل فما رجلة قيل فما الرجلة قال التي تتشبه بالرجال نعم الديوث عرفنا الذي يقر السوء في أهله ولا يغار عليهم لا يغار عليهم يتركهم يختلطون بالرجال أو الرجال يختلطون بهن ويدخلون عليهن هذا مضي لمحارمة والرجلة من النساء وهي التي تشبه تشبه بالرجال في ملابسهم في كلامهم في أعمالهم وقد لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فلعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر واللعنة تقتضي أن هذا كبير من كبائل الذنوب ومنها الدياثة وهو عدم الغيرة الدياثة عدم الغيرة وإقرار السوء في أهله نعم قال رحمه الله تعالى باب ظلم المرأة نعم 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 أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل إن تزوج أمرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان نعم نعم هذا فيه وعيد شديد على من منع حق زوجته الله جل وعلا جعل للرجال حقوق على الزوجات وجعل للزوجات حقوق على أزواجهن وأمر كل من الصنفين أن يؤدي الحقوق التي عليه فمن منع حق الآخر عليه فهذا كبير من كبائر الذنوب فإذا تزوج المرأة وهو يضمر في نفسه ما صرح بهذا لكن يضمر في نفسه أنه لا يؤدي إليها حقها تزوجها على مهر قليل أو كثير هي وثقت منه على أنه سيقوم بحقوقها لكن هو يضمر في نفسه أنه لا يقوم بحقوقها ثم مات على هذه النية والعياذ بالله فإنه متوعد بأشد الوعي الرجل يتزوج المرأة يريد بذلك أن يؤدي إليها حقوقها الزوجية كما أنها هي تتزوجه تريد أن تؤدي حقوقه عليها أما من بيت نية خبيثة ونية سيئة لا يدري عنها الطرف الآخر فإن هذه خيانة هذه خيانة وغدر ولعل مما يدخل في ذلك الآن الذين يتزوجون بنية الطلاق فإن المرأة لا تدري عن هذه النية تظن أنه زوج سيبقى معها وسيستمر معها ويقوم بكفايتها بينما هو يريدها لوقت محدد بوقت محدد ثم يطلقها ويحرمها من الزوجية فلا يبعد أنه يدخل في هذا الوعيد عيد الحديث قال أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان نعم لأنه ما وفى لأنه ما وفى بالعقد ما وفى بالعقد الذي عقدها عليه فكان استمتاعه بها بغير مقابل يكون استمتاعه بها بغير مقابل هذه خدعة هي تزوجته على أنه يؤدي لها المهر على أنه ينفق عليها على أنه يقوم عليها تزوجته على هذا وهو لا يريد شيئا من ذلك خدعها فيكون استمتاع بها في غير مقابل بل بالخديعة فيكون له نصيب من الزنا لأنه استمتاع بغير حق نعم هذا وعيد شديد ولا يقل أن عاقد عليها والعقد يحلها نعم يحلها العقد لكن لازم من التزام بواجبات العقد وحقوق العقد أو بالعقد نعم قال رحمه الله تعالى باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب شاء الله ذا نعم نعم ترويع المسلم لا يجوز بأي صفة من الصفات لا بالمزح ولا ومن ذلك الإشارة بالسلاح ولو كان يمزح لا يجوز له ذلك لأنه ربما ربما أن السلاح يصيب الشخص إذا أشار إليه ربما يفلت من يده ربما فالشيطان إذا ينزق بينهما يحصل المحذور فلا يجوز الإشارة إلى أحد بالسلاح بل السلاح يضبط إذا أراد أن يدخل السوق أو أراد أن يضبطه ويؤمنه ولا يتركه مهيئا للانطلاق والضرر نعم صلى الله عليه قل أبي هريرة مرفوعا لا يشير أن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار أخرجاه نعم يقع في حفرة من النار لأنه قتل أخاه لأنه قتل أخاه بغير حق قتله بالسلاح وإن كان هو يمزح أو لا يريد القتل لكن هذا وسيلة هذا وسيلة إلى القتل وتعرض للخطر فلا يجوز التلاعب بالسلاح لا يجوز التلاعب بالسلاح فليجب تأمينه وضبطه نعم ولمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه من أخاه من أخاه من أخاه بحديدة يعني هو يمزح فإن الملائكة تلعنه وهذا وعيد شديد وهو كبير من كبائر الذنوب ودل على أنه لا يشار إلى المسلم بالسلاح أو بالحديد أو بما فيه خطر هذا لا يجوز التلاعب فيه ولا المزاح فيه وربما أنه يقع المحذور نعم وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا كذلك السيف لا يكون مسلولا يتمدونها الناس بعضهم من بعض وهو مسلول لأنه ربما يقع فيصيب أحدا فلابد أن يوضع في في جرابه لابد أن يوضع في جرابه ولا يحصل تعاطيه وهو مسلول لأن لا يحصل المحذور والشرع جاء بسد الذرايع المهضية إلى المحاذير وهذا منها الحاصل أنه لا يجوز التلاعب بالسلاح والتهاون بشأنه بل يجب ضبطه وتأمينه ودرء خطره عن الناس نعم وفي المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عنه ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه فليغمده نعم يعني يؤمنه ويكف خطره ولا يتركه مسلولا ورتب عليه وعيدين أولا أنه يقع في حفرة من النار والثانيا اللعن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن تعاطي السلاح من غير ضبط له أنه كبير من كبائر الذنوب ولا يتهاون بذلك نعم أحسن الله عليكم معالي الشيخ وباركة فيكم ونفع بعلمكم ننتقل للإخوة في الرياض ونفع بعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين سايرون يقول ماذا يرى معاليكم في خالق القنوات الإسلامية المسلطة من القنوات المحافظة من البيت وهل يعتبر هذا للشيخ بالنعية ما فيه خير وما فيه إرشاد وتوجيه هذا لا باس به من القنوات لكن القنوات الهابطة أو القنوات التي توجه توجيها سيئا وتتكلم في أمور الدين على غير علم وعلى غير بصيرة أو تضل للناس هذه لا يجوز جعلها في البيت نعم لا يتبين لي أنها تكون ديوثة لكن لا تيجوز لها البقى معه لا يجوز لها البقى معه بل تطالب بالفراق منه نعم تطالب بالفراق منه ما حكمه تناطي والزينة والأسماك وهل الوسم في إذن الحيوان من المنهيات؟ الأسماك الأسماك إذا وفر لها ما تحتاج إليه لا باس إذا وضع لها بركة كافية لمعيشتها لا باس بذلك والوسم على الإذن هذا يدخل في الوجه لأنه تحصل به المواجهة الوجه ما تحصل به المواجهة نعم لعله إذا لم يتعمد أنه لا شيء عليه الكلام على المتعمد والمتساهد نعم فضيلة الشيخ رزاه يقول أنني في طريق السفر فقد أخرت صلاة المغرب من العشاء وتخلت في مسجد المسجد العشاء فصليت معهم العشاء ومن ثم صليت المغرب فهل فعلا صحيح؟ نعم فعلك صحيح لكن لا تقوم معهم إلى الركعة الرابعة تجلس إذا قاموا للرابعة فأنت تجلس تأتي بالتشاهد الأخير فإن شئت أن تسلم لنفسك وإن شئت أن تنتظر وتسلم مع الإمام نعم لا يجوز هذا لابد من الترتيب لا أبد من الترتيب يصلي المغرب أولا فإذا صلى العشاء قبلها فإنه يعيد العشاء لأنه أتابها قبل المغرب والترتيب واجب نعم حراسة المزرعة أو حراسة الماشية أو للصيد إذا كان من الكلاب المعلمة يصلح للصيد هذه الثلاث لا بأس وما عداها فإنه لا يجوز هنا أحسن الله بأيكم وما تسأل يقول ربينة الشيخ أرسرون التنبيه إلى رجل استعمال الجنبيات وغيرها نعم كله سلاح هي مثل السيف الجنبية مثل السيف نعم تقتلوا بحدها نعم فيجب أن تغمد كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يغمد السيف وتغمد الجنبية نعم أحسن الله بأيكم وعلى أسئلة مردتنا ومشفة أثناء للدورة المنوية لدروسي في ماري البلدان سادر يقول شخص مصحة مرارا مكروه لدي خير يا طيب وإلى الآن أمر ذلك ويقول أنه لا يقصد التطير وليس وقناه هذا المذر ولو قصد التطير كان متطيرا ومشركا لكن وإلى لم يقصد التطير لا يجوز له التلفظ بهذا لأن هذا من ألفاظ الجاهلية ومن ألفاظ الطيرة يتجنبه نعم أحسن الله بأيكم وسائل يقول ماذا يقال في سفد السؤل لأن هناك من يقول لا يقصد شيء لعدم الدليل لذلك سجود الساوك سجود الصلاة يقال فيه سبحان ربي الأعلى على الأقل مرة واحدة والأكثر أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر يقال فيه يقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة لأنه تابع للصلاة تابع لسجود الصلاة فيقال فيه مثل ما ومكمل للصلاة فيقال فيه مثل ما يقال في سجود الصلاة ويدعو فيه نعم أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم هذا سائل يقول هل يعد العلماء من ولاة الأمر المذكورين في الآية ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منه ولاة الأمر على قسمين ولاة الأمر السياسة ولاة الأمر في العلم ويشملهم لفظ ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يشملهم هذا كل له ولاية أمر بما يناسبه نعم أحسن الله إليكم ما الحكم في قول فلان محظوظ أو فلان حظه سعيد هذا من باب التفاعل لا بأس به إذا كان من باب التفاعل هلا بأس به أما إن كان من باب الجزم فلا يجوز إن يقول هلان حظه سعيد أو هلان محظوظه وهلا يدري لكن إن كان يقوله من باب التفاعل هلا بأس به ذلك أحسن الله إليكم هل تدفع كفارة اليمين لأسرة واحدة عددها عشرة أشخاص بعضهم غير بالغ أم لابد أن يكون كلهم كبار بالغين لا بأ هذا أحسن أن تدفع لأهل بيت عددهم عشرة فأكثر هذا أحسن لأن النفع بها لهم يكون أكثر ويدخل في المسكين كل من يأكل الطعام ولو كان صبيا كل من كان يتغذى بالطعام فإنه يدخل في أهل الكفارة أما الرضيع الذي يتغذى باللبن هذا لا يحسب من المستحقين للكفارة نعم أحسن الله إليكم يقول مقبرة عند منزني يحكي الآباء والأجداد أنها مقبرة وبعضها باقي والباقي لا يرى وهي مهانة بالدعس ويوجد مقبرة محاطة بسور فهل أنقلوا المقبرة القديمة إلى المقبرة الجديدة خصوصاً أنها قد تهان هذا لابد من الرجوع إلى القاضي في البلد الرجوع والمحكمة في البلد يرجع إليها وهي تنظر فيها تشكل لجنة للنظر فيها فإما أن القاضي هو الذي يتولى النظر فيها أو أنه يرفع التقرير إلى اللجنة الدائمة للإفتاء هذا الذي جرى عليه العمل في المقابل نعم أحسن الله إليكم يقول والدي لديه أعمال كثيرة وقد لا يرغب في كثرة ذهابي في طلب العلم لأنه يريد أن ينجزى عنه بعض الأعمال فماذا تنصفونني؟ نعم حقه مقدم إذا كان يحتاج إليك إنجاز الأعمال فإنك تطيع في هذا وما تبقى من الوقت تذهب إلى طلب العلم نعم أحسن الله إليكم في الحديث الذي فيه من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بذنه إلى آخر الحديث نرجو توضيح متى تبدأ الساعة الأولى لأنني سمعت من شخص أنها تبدأ قبل طرور الخطار على المنبر بساعة لا هذا غلط الساعة الأولى من العلماء من قال تبدأ من صلاة الفجر ومنهم من قال تبدأ بطلوع الشمس وهو الذي سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول به يقول إنها تبدأ من طلوع الشمس نعم أحسن الله إليكم رجل أخذ من زميله ساعة من باب المزاح مع علمه بذلك ومرت سنين ولم يرجعها له ولم يذكره صاحبها بإرجاعها فأراد أن يرجعها له فلم يجده ثم أراد أن يبيعها ويتصدق بثمنها بنية صاحبها فسيمت بخمسين ريالا علما أن قيمتها في وقتها ألف ريال فماذا يفعل هل يتصدق بألف ريال أم بخمسين ريال أم يتصدق بالساعة نفسها نهي جاء الحديث النهي عن أن يأخذ متاع أخيه جاداً ولا هازلاً إلا بإذنه لأن ما للمسلم محترم لا يجوز أخذه بغير إذنه لا جاداً ولا هازلاً وإن كانت الساعة قد تلفت فيتصدق بقيمتها نعم أحسن الله إليكم ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا تفرقا بأبدانهما من المجلس من مجلس العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما من مجلس العقد ما دام في مجلس العقد فالخيار المجلس باقي نعم أحسن الله إليكم هذا آخر السؤال يقول هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي علماً بأنه محتاج ها هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأخي علماً بأنه محتاج لأخيه نعم نعم يدفعها لأخي فهو أولى بالصدقة من غيره فيدفعها لأخيه المحتاج نعم يقول أيضاً ما مقدار الزكاة وما مقدار النصاب وهل ما زاد على النصاب يوزكى هذا يحتاج إلى كتاب الفقه كله لا يمكننا أن أتي عليه الآن نعم أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم